ترك الفساد والفشل السياسي في العراق آثارا مدمرة على جميع المستويات بيد أن أكثر تلك الآثار وأشدها ضررا تجلت على المستوى الإنساني حيث يعاني الإنسان العراقي من جملة أزمات ومشاكل يرجع معظمها إن لم تكن جميعها إلى ما خلفه نظام المحاصصة الطائفية ولأن المجتمع العراقي مجتمع شاب حيث تشكل هذه الشريحة غالبيته فقد كانت هي الضحية الأكبر حيث تكالبت الأزمات على الشباب من كل حدب وصوب حروب وبطالة وفساد ومحسوبية ثم تأتي الأزمة الاقتصادية وفيروس كورونا لتكمل الحلقة التي تكاد تخنق هؤلاء الشباب وتفقدهم الأمل بمستقبل لم يعودوا يفكرون فيه بعد أن أنهكهم السعي وراء تأمين حاضرهم المأساوي وكالة أسيو شيتيت بريز قالت إن الأزمات في العراق دفعت مئات الآلاف من الشباب إلى التخلي عن أحلامهم وسعيهم وراء تعليم أفضل أو وظائف مناسبة واستحالت من الشك في مستقبلهم وأضافت الوكالة في تقرير لها أن الركود الاقتصادية في العراق بلغ ذروته ولا يستطيع نحو نصف خريجية الجامعات العثور على فرص عمل في القطاعين العام أو الخاص منذ عام 2018 بينما فقد أربعون بالمئة من الشباب وظائفهم بسبب فيروس كورونا خاصة وأن عقدهم كانت مؤقتة وأكدت أسيو شيتيت بريز أن الشباب العراقي يرى أن العملية السياسية تدمرت حاضره ومستقبله لافتة إلى أن الغضب في العراق يتصاعد بسبب الفساد ونقص الخدمات الأساسية والحكام الذين فشلوا في خلق وظائف أو تحسينات في حياة الشباب ما دفعهم إلى النزول في الشوارع بتظاهرات غير مسبوقة على الصعيد الوطني مستمرة منذ تشرين الأول من العام الماضي ثورة باتت تمثل بارقة أمل للشباب من أجل تغيير الواقع المزري رغم التضحيات الجسيمة التي قدموها لكن قناعاتهم بأن تلك التضحيات لن تذهب سدى يدفعهم لاستكمال ثورتهم التي يرون فيها الطريق الوحيد لاستعادة أحلامهم المسروقة وبلادهم المنهوبة